تتأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بالاضطراب الجوي يبدأ تأثيره اعتبارا من ساعات عصر يوم السبت ويمتد تأثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل ويأتي تأثر المملكة العربية السعودية بهذا الاضطراب الجوي كنتيجة لتحرك منخفض جوي في طبقات الجو العليا نحو المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط مترافق مع كتلة هوائية باردة ويتوقع تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة على شكل جبهة باردة نحو الجنوب وتتزامن مع تدفق لتيارات هوائية دافئة ورطبة ستكون قادمة بمشيئة الله من بحر العرب عبر البحر الأحمر وعلى إذن ذلك يتوقع أن يحدث التقاء بين هذه الكتلة الهوائية مما سيؤدي إلى نشوء وتشكل سحب ركامية رادية تصحب بأمطار غزيرة وقوية إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح السطحية وزخات من البرد وذلك ابتداء من الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر مع ساعات عصر ومساء السبت ومن ثم تحركها إلى الجنوب والشرق بحيث تصل إلى أجزاء مختلفة من الحدود الشمالية والقطع الغربي من المملكة والساحل الغربي المطل على البحر الأحمر وتشمل موجة الأمطار الرعدية مناطق الطريف والقريات الجوف والتبوك والضبا والوجه ورابغ وينبع والمدينة المنورة وحائل وصولا حتى مدينة جدة الساحلية التي تدخل هي والمشاعر المقدسة في حسابات تعرضها لأمطار غزيرة خاصة ليلة الأحد على الاثنين بمشيئة الله كما وستصل الأمطار أيضا جنوبا نحو المرتفعات الجنوبية الغربية والساحل الجنوبي من البحر الأحمر لاحقا خلال الأسبوع إضافة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة وسيقوم موقع تقسى العرب بإصدار المزيد من التحديثات المفصلة خلال الأيام القادمة حول تطورات وتوقعات الحالة الجوية المتوقعة على عموم مناطق المملكة وفي النهاية دائما نقول والله تعالى أعلم محمد الشاكر لموقع تقسى العرب الرياض